هكذا كانت بدايات المقاومة في عزلتي الشعابر والأهمول في محافظة إب قبل أن تخدلها الحكومة والتحالف فالمقاومة التي تشكلت بفعل جهود فردية من أبنائها بقيت مكشوفة أمام هجمات الميليشيا خلال الأشهر الماضية الأمر الذي مكن الميليشيا خلال الأيام الماضية من تكثيف هجماتها واضطرت على إثرها المقاومة للإنسحاب المعارك التي استمرت بشكل متقطع منذ أشهر خلفت العديد من القتلى والجرحى ودمارا في عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم ومع اجتياح المنطقة تعرضت عدد من منازل قيادات في المقاومة ومنازل مواطنين للتفجير في أعمال انتقامية دأبت عليها الميليشيا فيما يتعرض السكان لانتهاكات متنوعة موسيقى